معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أهلا وسهلا أستاذ محمد بعد التحية ما ترجمتك للاتهامات الأخيرة لمصر التي بالمناسبة تأتي في نفس الشهر تقريبا من إعلان الولايات المتحدة أنها كانت جزء لا يتجزأ من صياغة وثيقة وصياغة التعديلات كذلك وكانت على علم بها فيما يتعلق بهذه الصفقة كيف تترجم هذه الاتهامات في هذا التوقيت؟ أهلا بحضرتك سيدة إنجي أهلا وسهلا المشاهدين هذه الاتهامات في هذا الوقت ما هي إلا محاولة للتنصل من مسئولية اخطاق أو تثبت في إفشال المفاوضات التي كانت تقودها مصر وتوصلت بمجردها إلى صيغة اتفاق مقبولة لدى كلا الثرافين كانت طلقتها إسرائيل بإيجاب في البداية وهو بعض الملاحظات التي تلقتها ثم اتخلت عليها بعض التعديلات بواسطة الوسطاء مجتمعين منها مصر والولايات المتحدة وقصت وهو الصيغة التي قابلتها حركة حماس في النهاية ورفضتها إسرائيل لم ترفضها إسرائيل بسبب تعديل ضرق على الاتفاق مثلما قالت بعض التقارير مؤثرا وإنما هي رقبة من إسرائيل في عدم توقيع على اتفاق من الأساس إذا ما نظرنا إلى رجود شعل أساسة في إسرائيل على مختلف التطورات في الساعات الأخيرة وهذه ليست المرة الأولى أستاذ محمد لأن في هذه المرة تتحدث إسرائيل عن اعتراضها على الألف واللام في مسألة هدوء مستدام في القطاع أم الهدوء المستدام هذا يذكرنا بألف وتسعمائة وسبعة وستين عندما كان لديها أيضا الاعتراض على مسألة الانسحاب من الأراضي المحتلة أم انسحاب من أراضي محتلة إذن هذه ليست طريقة جديدة لدى إسرائيل كيف يتفاعل باقي الفاعلين في هذه المعادلة مع هذا الأمر بالتأكيد هذه ليست أمر جديد على إسرائيل أو على المفاوضة الإسرائيل مثلما أشارتني في عام ١٠٢٠ ومثلما حدث في مفاوضات طابة كانت هناك جوالات مارسونية من المفاوضات وأرادت إسرائيل تعديل في أكثر من المرة وما إلى ذلك إذا ما عودنا إلى الوضع الحالي أساس الإسرائيليون لا يريدون التواصل إلى أي اتفاق المفاوضون وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الولايات المتحدة لا تفضل حتى الجهد الكافي والضغط المطلوب على إسرائيل للتواصل إلى اتفاق ينهي الأدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويسمح به هل لأن الولايات المتحدة غير قادرة على الضغط على إسرائيل وأن إسرائيل تأخذها رهينة مثل ما يقول بعض المراقبين أم أن الولايات المتحدة لسبب ما لا تريد؟ في تقديري أن الولايات المتحدة تمثلت كل القوة التي يمكنها أن ترغط على إسرائيل التواصل إلى اتفاق ولكن الولايات المتحدة لا تريد التواصل إلى اتفاق يمكن أن ينتقص ولو واحد بالمئة من المصالح الإسرائيلية ولذلك لا تمارس الولايات المتحدة الضغوط الكافية على القادة الإسرائيليين للتواصل إلى اتفاق بل تشاركهم في التصريحات الغير مفهومة التي يطلقونها تشاركهم في مواقف من الودوان على قطاع غزة سواء في الجانب السياسي أو في الجانب العسكري حتى ما صدر في الأسابيع الماضية من محاولة لإظهار أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على إسرائيل من ثلاثة عليك بعض شحنات الأسلحة ربما سرعان ما عادت الولايات المتحدة لإستئناف إجتال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل رأينا في الكونجرس الأمريكي العديد من التعليقات التي أشارت إلى أن دعم إسرائيل باستلاح أمر غير مقبول في قصة على الإطلاق بل رأينا السناتور الأمريكي يقترح على إسرائيل ويؤكد ما ذكره مسبقاً مزيد التراث الإسرائيلي بأن يتم إطلاق قمبرة نووية على قطاع غزة لكي تنتهي الحرب لفعل السناتور لينسي جرهام وبالتالي الولايات المتحدة لا تريد أن توقف الحرب تشارك إسرائيل في كافة مصالحها ولكن يا أستاذ محمد عندما نتحدث عن مصالح إسرائيل وأن الولايات المتحدة لا تريد أن تنتقص أي شيء من مصالح إسرائيل نجد أن إطالة أمد هذه الحرب طبعاً سيكون هدف رئيسي من أهداف هذه الحكومة لأن نتنياهو الآن يواجه خطر الاعتقال في الداخل وأيضاً في الخارج بعد قرار الجنائية الدولية الذي سيأخذ شهرين من وجهة نظرك هذا القرار ماذا يمكن أن يحدث خلال الشهرين القادمين هل يمكن أن نرى أن هذا القرار يصدر بالفعل ويرى النور ما خضر حتى الآن هو طلب بين المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار هذا القرار مسألة إصدار القرار تواجهها العديد من العرقين خصة مع الضغوط التي لم تعد خاصية من جانب القادة في الولايات المتهدة على قضاة المحكمة الجنائية الدولية لمنك إصدار هذا القرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية نفسه أعترف بمثل هذه الضغوط التي أصبحت مولانا ومن جانب وخاصية من جانب أخر القادة في الولايات المتحدة والمشارعين الأمريكيين لم يتواروا عن فكرة إصدار عقوبات بحق المحتمة الجمعية الدولية إذا ما أصدرت هذا القرار وبالتالي يستمع أشخاص المصدقة الولايات المتحدة يمارس كل الضغوط على كل من يمكن أن يفعل شيء للقضية الفلسطينية وكريم خان أعلن أنه بدأ بالفعل بتلقي تهديدات بالفعل هو أعلن ذلك بالأمس ولم يكن خاصيا ذلك ما أعلنه ربما مصادر أعلنته مصادر من قبل أن قضاة في المحكمة الجمعية الدولية أشاروا إلى تلقي تهديدات إذا لأفضروا مثل هذا الأمر وبالتالي الأمر لم يعد خاصيا القادة الإسرائيليون ومنهم اليوم الوزيرين المتطرفين بين جفير أشلاء اختحانه الملجد الأقصى أشار بوضوح إلى أن هذا هو المكان الأكثر أهمية الذي يجب السيطرة عليه وأنه لا يمكن أن يكون هناك اعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وأن ذلك يمثل تهديدا على إسرائيل وبالتالي هذه العقلية في إسرائيل هي عقلية لا تريد أن يكون هناك السلام لا تريد أن يكون هناك وقف من إطلاق النار وبالتالي هي محاولة في الإجمال إلى أن يتم إلصاق التهمة أو إلصاق مسئولية إعاقة التواصل إلى وقف لإطلاق النار بأي طرف آخر سوى إسرائيل والويدا متع نعم شكرا جزيلا أستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية